اشتركوا في القناة ما له وما عليه والتفسيرات حول اكتر من 11 بند من البنود اللي اشرق اليها دكتور طارق شوقي في مؤتمر اليوم وهيكون موضوع النهاردة في ضياف الدكتور رأفة عمران دكتوراء الادارة التربوية والتطوير المؤسسي بنرحب بسياتك فاند النهاردة دكتور طارق الحقيقة فجر مجموعة من القضايا اللي بقنا اكتر من يوم منتظرينها وكتير من الناس وكتير من الاسر ترقبت مؤتمر اليوم بيعني نوع من الاهتمام لان ده طبعا في يعني بيحدد كتير من مصير اولادهم وكمان ترقبوا كتير من المدرسين والمنظومة التعليمية يعني من مدرسين وادارة تعليمية وكل الهيكل التنظيمي في الادارة التعليمية فولكن في نفس الوقت يعني في بعض اللابسة حصل او بعض الامور ما كانش فيها يعني الوضوح التام وادى الى مجموعة من التفسيرات المختلفة فعايزين بقى مع سيادتك النهاردة نفند بنود اللي اشار إليها دكتور طارق شوقي في حديثه اليوم ونوضح للسادة المشاهدين فحوى القرارات النهاردة فحق تبدأ بقى بقول لنا ملامح اللي دارت حوليها مؤتمر الصحفي دكتور طارق شوقي تمام اولا هو المؤتمر كان الساعة اثنين وقعد حوالي يمكن اكتر من ساعة وكان حضر حتى وزير الاعلام من المجموعة الوزرية كان حضر معافل المؤتمر كان الحديث عن التعليم الهاجين زي ما كان حضرتك بنتكلم من شوية قبل الهوى وبندرج السوا التعليم الهاجين ما بين الحضور والاستخدام الانترنت اللي هو الاونلاين الحضور واجه عند واجه والاونلاين السبب ليه علشان منع التجمعات في داخل المدارس والزحام وانحنا نعمل التباعد ما بين الطلاب في ما لا يقل عن متر ونص من كل طالب وطالب فده الاساس علشان الحالة اللي فيها البلد نتيجة الميكروب كورونا يعني نوع من انواع ادارة الازمة في حالات الطوار وانحنا عندنا كم طالب بقى وكم معلم معاهم كنا مجموعين مع بعض داخلين على يعني بتاع التعليم ما قبل الجامعي حوالي فوق 27 مليون ده من غير التعليم الجامعي ده كتلة حرجة قوية جدا يعني تلت قريب من التلت المجتمع المصري والهرم للسكان نفس الوقت الادول مفيش بيت بيخلو من الطلبة فستر ربنا لابد ان احنا ندعو بقى ان ربنا يسترها مفيش طالب لان طالب في مدرسة يجيلوا الفيروس معناها المدرسة دي تتقفل تتقفل من باب اللقاية فعايزة وقفة احترازية من البداية بحذر شديد جدا ويكون فيها كل الاجهزة المعنية في الدولة لان ده اسمه مستقبل وامن وطن كامل الحقيقة انا باتفق مع سيادتك ان الموضوع مش سهل طبعا والموضوع فيه تحدي كبير ولكن احنا اعتدنا في حكومة دكتور مصطفى مدبولي الحقيقة انها بتواجه التحديات ويعني عندها مهارة في ادارة الازمات وكان كلنا عندنا تخوف من كيفية المرور عبر فيروس كورونا فيه امتحنات السنوية العامة ولكن بالرغم من وجود هفوات وده وارد في اي نظام الا اننا يعني شفنا ان ادارة امتحنات السنوية العامة ادارة الازمة يعني جات على عكس توقعات الكثيرين وكان فيها جرأة وكان فيها جرأة ونجحت ونجحت نجاح يعني اكتر ما كنا نتوقع انا وحضرتك فهل حاج شايف ان برضو نفس الجرأة موجودة ماشي اوكي المتفقين ونتمنى كلنا بيلا استثناء ان ربنا يعدي فترة الدراسة كلها بسلام وبأمان لان ما فيش بيت مصري ما فيهوش طالب او طفل او الاخر او طفلة او الاخر ولكن اللي كان موجود في السنوية العامة بيمثله كام من الكتلة الحارجة اللي هي دخلة اليوم 17-10 هيمثله بتاع من 15 ل 20% يبقى عندي 80% اللي هما الاطفال الصغيرين فجوهم نظر ونظرة تقسيمية علشان ما يباش فيه تجمعات فقالوا احنا ده كلام الوزير بقى والتفسيرات اختلفت من هنا بقى لو مسكنا بقى الخطوط الرئيسية اه نقول بقى الراجل قال ايه اه هو طبعا معاه مجموعة استشارية موجودة الدين معاه واكيد درسوا الكلام ده قبل ما هو يطلع ويقوله في المؤتمر الصحفي ولعلهم يكونوا منصفين ويكونوا اشاروا عليه بالصح ايه اللي قالوه الراجل قال ان احنا نقسم الـ 14 سنة دراسية بتاعة المرحلة ما قبل التعليم الجامعي اللي هي كيجي وان وكيجي تو ادي اتنين ست مراحل ست مراحل ابتدائية يبادي اتنين وستة بكام تمانية تمانية وثلاثة وثلاثة ستة اعدادي وسانو تمام ستة وثمانية بكام ادار 14 فقال لك كيجي وان وكيجي تو وقولة ابتدائي وثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي يبادي دول خمسة دول نخلهم كتلة مع بعض ونقوم جايين نخلهم قريبين نعتبرهم فئة واحدة نقربهم من بعض وناخد قرارات خاصة بيهم لانهم في مرحلة الطفولة المبكر ونجي ربعة وخمسة وستة نخليهم مرحلة ده في التقسيمات ونجي للإعدادي مرحلة واحدة والسنة ومرحلة واحدة ان بدأ من فوق الهرم من قيمته السنة ونعمل له يومين في الأسبوع نحدد له يومين فقط حضور ده من البداية السنوي يومين اتنين في حضور كل المرأة الفرق السنة والتانية وتالتة سنة ويومين اتنين بس حضور في الأسبوع طب تمام طب بقية الأسبوع قال لك هنشتغل أونلاين وعمل منصات وعمل فيه بث في التلفزيون المصري لقنوات تعليمية هيشغلها ويكثر منها ان الطالب ممكن يلجأ لها وماحتاجش لدرس قصية جميل جدا وفي نفس الوقت عمل عندنا المنصات الرقمية وديت بشتراق عن طريق الجماعة بتوع الموبايلات والحاجات دي الشركات المحمول تمام وتعاقد مع احدى الشركات الشركات المحمول في مصر هو طبعا معروفة للكل اللي كانت تعاقد ما بين الوزارة وما بين شركة ما عرفش اذا كنا نقولها ولا ما نقولهاش كاسم معروفة للكل تمام احدى الشركات الاربع انا عندنا الاربع شركات دلوقتي اضفت لهم يعني كانت ثلاثة وانضفت لهم اه وي قال ليه المصرية اتصالات مع ازاك احنا قلناها لأنها ملك الدولة اه طيب الفايس الناس هتشتريه علشان تصل بالقنوات الرقمية اللي هي عن بنك المعرفة وخلافه والامور دي كلها تسهيله الموضوع بس دي يد باشتراك شهري تمام انا شايف ان دي برضو احنا اخد بال حضرتك في التقسيمات بتاعتنا ان كنا تكلمنا في حلقة قبل كده وقلنا ان التعليم الخاص بيمثل بتاع 15% والعشرين في المية بي عندك 80% من اللي انا قلته من عدد المدارس في حدود قرابة حاجة وخمسين الف مدرس في الدولة يبقى ما تيجي تشوفها هتلاقي هتلاقي عندك مثلا عشر تلاف يبقى عندك 40 الف اللي هي القتلة القوية جدا بتاعت الحكومة القتلة القوية بتاعت الحكومة اللي هي مدارس الدولة مدارس فقيرة مع احتاجة اللي يمدي ايده له وكذلك وليه الامر ويعني اضيف كده للكل مصارفها بيدفع المفروض 80 جنيه في السنة والله ساعات ما بيدفعوهم شي ولذلك المدارس دي فقرانة على الآخر ومحتاجة مدارس الحكومة في مشكلة تانية في مدارس الحكومة للعدد ما عندهاش زي المدارس الخاصة طبعا شات الوزير قال هيقلل الكسافات من 80 ده المتوسط من 80 من 15 في الفصل مع التباعد ما بين كل طالب عشان كده بيعمل الفراغات عشان كده بيعمل الفراغات وذلك ما سيادتك بتقول بدأ الهرم من فوق بقى الفرق الأولى سانوي بقى يومين في الأسبوع والتانية يومين والتالتة يومين ما اقول لحضرتك بقى في التفسيرات بتاع يومين وبش يومين وكلام ده دي بقى الشارع المصري مختلف فيما بينه لان الوزير قال في صوتا يعني هو بيتكلم ان انا هترك للمدرع بتوع المدارس هم اللي حددوا كلهم حسب الكسافات اللي عندهم ده نزل كده الأرض الواقع وده كان المفروض ده المفروض ليه؟ لان انت كمدير في مدرسة عندك كسافات غير المدرسة التانية وكل واحد له رؤيتهم بالنسبة للعدد اللي عندهم صحي كده؟ إنما اللي هيحصل والواقع ان في مذكرات تفسيرية لكلام الوزير هتيجوا تملى في كل محافظة وترسل للمدارس للتطبيق هي دي هتبقى محددات عامة ولا قرارات ملزمة؟ ملزمة ملزمة ونمى الى علم بان وصلت الادارات التعليمية عن طريق المدريات القرارات الملزمة دي للتطبيق والمدارس روح تخذها بكرة ولكن ممكن تكون ملزمة ولكن محددات للالتزام والمحافظة ولكن زي ما سيادتك بتقول الوزير مثلا في مدرسة في قرية ما عدد الفصول وعدد المقاعد بتختلف من مجمع تعليمي لآخر فبالتالي الوزارة مش هتقدر تحدد الأعداد بما تتناسب مع المقاعد الموجودة على كل بنظام واحد لان كل مدرسة تختلف ولكن هو وضع التالي ان هو يعني خطوة عريضة ادى مساحة لان عندي عدد فصول محددة على تلت مراحل اولة وتانية وتالتة هتبقى في يوم دراسي واحد لا انا عندي كده مرحلتين تانية وتالتة هفرغ اماكنهم لفرقة واحدة هتتوزع على فصول الفرقتين التانية انا اقول لحضرتك اللي هيجي بكرة وممكن كمان ببعتولك ان هيجي يقولك ايه يوم كذا ويوم كذا يحضر الفرق فلانية وفلانية ويوم كذا ويوم كذا هيحضر الصفوف من كذا لكذا ليه بقى المفروض انهم نزلوا الارض الواقع وعندهم الاعداد في مركز الاحصاء خاص بكل ادارة تعليمية نتيجة المادي فايدة بقى نتيجة الوزير قال حتى مثلا فرقة تانية شانية خمسة مليون طالب ايه وضرب امثلة ضرب امثلة اه هي بص كل الكلام ده جميل جدا ولكن المفروض الناس في الادارات التعليمية والمدريات والوزارة ينزلوا ليس للتصيد الاخطاء للدعم للدعم والمسندة واجاد الحلول في ارض الواقع ازاي يعني انا ماروحش عشان حاسب مدير وهو يعني على اخره واللي معام كافيه هو مدرسينه في مدارس الحكومة انا بكلم على مدارس الحكومة لا انا نزل عشان ازلهم له الصعب اعتدنا في النظريات الادارة نقول اننا عشان نحاسب اي موظف او اي شخص اوفر له مهام بنوفر له تحت حاجات الله ينوره بنقول له ايه المهام المطلوبة منك اهدافك وبعدين ندي له الادوات الادوات اللي تساعده نمكنه نتنجحه نمكنه ندي له التمكين من النوع يشتغل وندي له المقابل المادي اللي يتناسب انت جبت الخلاصة يا دكتور يعني لاداء هذا الادوات انت جبت الخلاصة وفي الاخر حاجب الله ينور علي جدا لو اديتوا الاهداف مع عدم وجود الامكانات او التمكين مش هاينج اي حاجب ولو اديتوا الاثنين مع عدم توفير الجوانب المالية التحفيزية المناسبة برضو مش هايديني الاداء المناسب كلامك تمام انت لخصت القضية في الثلاث حاجات دول لخصت القضية كاملة وهي دي مشكلة التعليم في مصر واذا نظرنا لوزارتين اتنين موجودين هما دول اساس بناء المجتمع كاملا التعليم والصحة التعليم والصحة المفروض كل الوزارات تكرس لهم الاثنين لان دول هما مصر اساس بناء الانسان الله ينور عليك ليه انا لو انا جبت انسان هيروح مصنع او هيروح حتة بدون صحة وبدون علم في رأسه علشان يعرف ينفذ الكلام ده خلاص هيخرب المكينة وهيخرب الانتاج خلال الجقاحة كورونا اللي فاتت ولا زالت يعني لم تنتهي الى الان لمسنا معنى الصحة ومعنى العلم اللي بيبحث عن حلول هذه الجائحة تمام ففعلا كل موارد الاقتصاد كانت عاجزة امام الصحة وامام العلم ففعلا ولذلك قولك الجيش الابيض بتوى الصحة بل حضرتك وبعدين لو احنا اصلا مصقفين ولادنا تعليميا في المدارس وعملية الاهداف السلوكية بقى ان احنا نحول تعليمنا الى سلوك ان احنا نخسل قبله وبعده الكلام ده حزناه في الصحة وحزناه في الجائحة اللي حصلت فالتعليم ده يعني هو زى ما الراجل قال المية والهواء زيه زي المية والهواء هل انسان يقدر يعيش بدون الماء وبدون الهواء من هنا بتأتي النقطة التالتة اللي حضرتك حطيت ايدك فيها على الجرح انت قلت تلات نقاط مهمين جدا ان انا احدد له المهام بتاعته وايه النواتج اللي انا محتاجة منه ودي له المقاومات اللي يتنجحه وفي نفس الوقت يشارك هو في الاتنين فيه التحديد لا طبعا وفيه المقاومات اللي تنجحه ليه نوة اللي يشتغل كمدير كمدرس كإداري موجود في العملية التعليمية وخبر حضرتك وفي نفس الوقت كمدير او مدرس لازم يكون رجل طربوي خارج كلية التربية او فيه تخصص يعني خارج الاداب قسم فرنساوي يروح ياخد دبلومة في التربية علشان يعرف يتعامل ازاي هم دول انما انت لما تجي تبص وخش في مجال التعليم هتلاقي كل من هبه ده بيشتغل في مجال التعليم للأسف وخارجوا كلية التربية وانت تعلم ذلك يا دكتور بان بقالهم كم سنة ما بيكلفوش ويتعينو ما فيش تعينات وفيه عجز وهم اللي احق بانهم يكونوا موجودين خارج كلية التربية ولذلك انت هل فيه طبيب يخش يعمل عملية من غير ما يكون حاصل على قسم الجراحة وخارج كل التب لازم يكون عنده المعرفة متخصص وهو معادي الوزير نفسه دكتور طالق شوقي او معادي وجهة التعليم العالي قالوا كده ما ننفعش ننقل طالب او تنميز من مرحلة لاخرى بدون الحصول على المنهج اللازم لنقله الى مرحلة اخرى تمام هو ده المطلوب زي اي دولة محترمة انما ما نيجي احنا بقى ندخل في نغوص في التعليم تلاقي كل من هبه وده بدخل في التعليم ومالوش دعوة بالتعليم وفي نفس الوقت تقول لي عاوز المنظومة تبقى نجاحها والنواتك بتعيدتها مية في المية لا فاحنا لازم نعمل نقنن هذه الامور ده انا بنقش نقطتين اللي حضرتك يعني يعني ولذلك انا دلوقتي بيت اشك وقول ان حضرتك دكتور في التعليم ربنا يباريك لك ما شاء الله ده نقطتين الاثنين وهخلي الاخيرة الاخيرة اللي هي بتاعت اننا اديله ما يكفيه علشان هو يشتغل بنفس راضية ما يروحش يشتغل على توكتوك ولا يشتغل شغلات اخرى على سواق اولا كل العمال دي عمال محترمة وفوق رأسنا يا صحابه بس المعلم المعلم احنا تعلمنا على يد ناس كله لما نمشيهم في شارع نمشي في شارع تاني احتراما واجلالا له كانوا بيمشوا بقولك بعيد عن المعلم بقوله عشان مدسي بحزائي على ظل قديمة الحقيقة اللي بيرجع بالتاريخ الورى شوية هيلاقي ان معظم القيادات او الملوك العالم اتعلموا في مصر سواء في مرحلة قبل التعليم الجامعي او في جامعات مصر او في الازهر او في المؤسسات المسكيندرية ملك حسين كان في فكتوريا ملك حسيندرية وملك ازبانيا حاكم الشارقة حاكم الشارقة ملك سلمان كل دول العربية وغير كثير من زعماء دول افريقية اتعلموا في مصر اصدقك القول باني كمان اشهر المدرسين اللي موجودين في الدول العربية منذ صورة وبقبل الصورة لحد وقتنا هذا المصريين موجودين في دول الخليج وفي الدول العربية وبيدرسهم يو بيعترفوا يعني كل الدول واسدت الجامعات في مدينة الجامعات مدينة اوكسفورد في انجلترا انا كنت بعمل دراسات هناك عابلت ناس بيقلهم بالعشرين والتلاتين السنة موجودين ويملؤون بيقولوا عليهم استاذ كرسي يعني وصل للقمة للطب في نمازج مشرفة فعلا في جامعات العالم وعلمات مارزة احنا عندنا العقلية دكتور لا نشكك في ذلك عندنا العقلية اللي توصل بنا للأمر ولكن محتاجين محتاجين الدعم محتاجين الدعم بصفة حاجة خبير تربوي وخاصة تخصص الإدارة التربوية احنا قدام تحتم برضو يعني عايزين نكون ننظر من كل الزوايا زي ما سيادتك اشرت من شوية ان التعليم ده يعني يعتبر عمود اساسي في تقدم اي دور واي مكتام ومما لا شكرا فيه اننا بقالنا فترة ابتدى التعليم يكون غير مرضي واعلن عن ذلك حتى سيادة القائد عبدالفتاح السيس رئيس الجمهورية وقال انا مش راضي عن التعليم ولكن عشان ننهض بالتعليم مرة اخرى لازم زي ما سيادتك بتقول كده لازم يبقى فيه مقاومات معظم دول العالم المتقدمة بتخصص اعلى موازنات في الدولة للتعليم ولكن اما نيجي لدولة زي مصر وهي مرت بهذه الازمات واللي يعني كان عليها اعباء كثيرة وديون محملة على الموازنات بتاعتها ويقول انا عايز اعلى ميزاينية اللي هي مش موجودة اصلا تكون للتعليم طب هعمل ده ازاي بالاضافة الى ان زي ما سيادتك كده في كتير من الامور لقينا البنية التحتية في المدارس اصبحت منهارة سواء كانت مباني او منشئات او مستلزمات او اثاثات مش موجودة لقينا كمان المهارات القائمين على التدريس فيها مشكلة فبالتالي انت عند قدام مشاكل كتيرة محتاج تعالجها في وقت قصير وفي نفس الوقت الدعم اللازم لذلك برضو غير متوفر بالشكل الكافي لدى المسؤول عن الادارة سواء على المستوى الوزارة او على المستوى المدريات فبالتالي كان لازم نبدأ ونتخذ القرار في اننا نبدأ من نقطة معينة وكان لابد ان هذا القرار هيبقى عامل زي العلاج المر او العلاج اللي يستكبعه جراحة مؤلمة لابد منها تمام فهل حق يعني مع القرارات الحالية انا اتطرح هل هي العلاج المر اللازم لا محتاجة حاجات كمان مع العلاج المر ده تفضل يعني محتاجة مسكنات والمسكنات دي ببساطة جديدة جدا متمثلة في ان عندنا كم وزار يا فانتم احنا شبعنا مسكنات لا ما اقولك المسكنات دي احنا ببساطة جدا اخدنا مسكنات لحد ما يعني بفضلنا نخبي المرض لحد ما كبروا واستفحل وما اينا انا اعملنا مسكنات دي ظهرت عندنا مشاكل كبيرة زي بقى مافيا الدروس الخصوصية وزي انا اقترح حاجة اتفضل فانتم اقترح حاجة طالما انت حضرتك بتدور على الحلول بعملية بطريقة عملية وبتحب الحاجة العملية طيب هناخد مدخلة من استاذة وسام ونرجع للحلول العملية من خبير الادارة التربية دكتور رقفة امران استاذة وسام اهلا وسام بحضرتك مساء الخير مساء الخير انا عايزة بس اتقال دكتور رقفة عن حضور يد الأطفال حضور رياض الأطفال يبقى معنى نعم الدراسة الجديدة اه يعني اللي هو مرحلة للكيج وان وكيجي تو اه تمام تمام شكرا لك وتابع معنا وان شاء الله دكتور رقفة هيردع على سيارة هو اللي تقال النهاردة فيه اختلاف ما بين بعديد من الأقوال الأقويل ولكن ده هيبقى بكر في المنذكرة التفسيرية فيه بيقوله ثلاثة ايام وفيه بيقول أربعة ايام فيه بيقول انا عايز اقول يعني حتة في الجزء ده هو فعلا معنى الوزير اعلن ان المدارس الفترة الوحدة المراحل من كيجي وان لحد ما سيادتك ما ذكرت كده هيبقى أقل من الفترتين هيبقى أقل من الفترتين هل ده يعني فيه مشكلة في تكافؤ الفرص هنا يعني المدارس الفترتين تروح ثلاثة ايام اللي هو وجهن الوجه والمدارس الفترة الواحدة تروح اربع ايام ويبقى لها فرص في التعامل واجهن الوجه اكتر فحلات مش شايف كده ان ده يعني عاملين اللي هو فترتين يروحوا ثلاثة ايام والثانين يروح يومين اتنين الفترة الواحدة يروح اربعة ايام اه اللي احنا بنقول في مرحلة اللي هو التفضل المبكرة من كيجواج من الفترة دي بقى هبان في المذاكرات التفسيرية اللي هتوصل بكرة وصلت فعلا في أظرف مغلقة ولذلك الفتي في الارقام وده يومين وده ثلاثة اه لا نستنى لحد بكرة ده الرأي السليم ليه هم موضحين وايليين حتى عدد الايام وايام ايه وايام ايه كتاب في الكتاب الدوري في التفسير جاي بكرة هيوصل المدارس اه في نشرات وكانوا اشعروا الى ان الحد والاثنين والثلاث والاربع اه ده يعني هيبقى المراحل من كيجوان لحد السنة الثلاثة وبعدين الجمعة والخميس الخميس والساب هيبقوا هترك بقى بالايام بكرة هتوصلوا لذلك لما لقنا الاختلافات دي وانا يا جماعة محدش يصرح بحاجة لما تيجي توصل الحاجة دي بكرة وهيبقى موجودة في المدارس ده كتاب دوري لا ومش كتاب هو نشرات تفسيرية نشرات تفسيرية محدد ناخد مدام صارة من الكاهرة أهلا بيك أهلا بيك مدام صارة يعني حاجة يعني حاجة بتتكلمي عن الاختلاط بس هو ده موجود في الفصول وخاصة في المراحل الابتدائية من زمان يعني اسمعني يا تزوائل بس أنا كنت في سنة ستة يعني أنا كنت في سنة ستة كنت في سيفة ولد كان بيعاكس بنت فانعاودي يعني أمس لا فصل عاودي في السبعة أهلا بيك يعني حاجة يعني المطلوب ده حاجة بتقولي اكتراح ولا بتقولي شؤال يعني عايز اكتراح هو الحقيقة ده يعني أسيب بكتور رأفة يعني يعني يرد على حقيقة في الناحية التربوية وخاصة ان احنا طبعا عندنا مدارس الأزهرية ممكن تكون بالطبع ده ولكن المدارس الحكومية والتجربية بيبقى لها وجهة نظر أخرى تربوية فحقيقة يعني من منظور التربوية هو الأطفال في السن الصغير الاختلاط مطلوب وتربوية حاجة سليمة علشان قبول بعضهم البعض ويعرفوا بأن مش لازم يكون الأخ هو الأخوه للشقيق لا كلنا أخوات ويتعلموا ان هم ازاي يتعاملوا مع بعض وفيه أسس بيتبقى مراعية وتبقى أصلا عيون الناس اللي موجودة في المدرسة وموجودة أصلا فيه كتاب خاص به كيفية التعامل نازل السنة دي فيه خاص به زي كتاب الأخلاق كده ده هيقرر على من أول سنة ثالثة ابتداء والوزير تكلم عنه فده ما يخوف شي وبقول لها ده مطلوب نازلة جديدة نازلة جديدة عن كيفية والحياة فيه اهتمام بالشخصية المصرية ويعني تقويم تقويم إعادة الإخلاق مرة أخرى وتعود للشارع المصري وتعود للطالب في المدرسة وتعود للبيت المصري وتعود لنا كلنا ده ما دي الجانب السلوك اللي احنا بنكلم فيه المطلوب الجانب السلوك وده يعني المشكلات كده كده هتبقى موجودة ولكن مهم الرقابة والمتابعة وتعديل السلوك وده هيبقى مهمة رائد الفصل والمدارس والأخصائي الاجتماعي والنفس الموجود في المدرسة وعشان كده بيبقى يعني المدرسة منظومة متكاملة نزعت الفصل دي اتلغت يعني ملغية من زمان ومش تربوية إنما الدمج ما بين الأطفال وبعدهم البعض الزكور وإناس مطلوب علشان أصلا يتعلموا بأنهم ما هم مش غرب عن بعض وفي نفس الوقت بأسس علمية دينية أخلاقية فيها كل ما يعني مثلا هيدرسولهم ممنوع التلامس ممنوع إن حد يحط إيديه عليك كل ده موجود الثقافة الجنسية يعني أو ثقافة التامة مع الآخر ناخد مريم ساذا مريم السلام عليكم أهلا وسهلا بيك عليكم السلام أنا كنت أعاد أصفر بس عن المنازل السؤال الأولى ثانوي المنازل إيه معلش تاني السؤال المنازل عن المنازل الأولى ثانوي نظام التعليم المنازل في مرحلة ثانوية تمام شكرا لحضرتك تابعي معنا تمام هي بالنسبة للمرحلة الثانوية الوزير قال إنه ما فيش كتب وهيبقى فيه حاجات موجودة على النت خاصة بهم وبنك المعرفة وعاوز يلغي الكتاب الورقي هيبقى فيه الكتاب الإكتروني وكل واحد لازم يكون معاه التابليب بتاعه وكمان ألم الامتحانات هيعمل أربع امتحانات في السنوية العامة بقى لما نتدرج وروح ثلث سنوي الأربع امتحانات دي في نفس التوقيت علشان الطلبة مش هيبقوا في قلب اللجنة مع بعض كلهم أما بيمتحنوا أولاين هيبقى أنا ليه امتحان جاي ليه عشان الحرف الأبجاد بتاعي وحضرتك ليك امتحان وفي الطالب التاني ليه امتحان بس متساويين في درجة الصعوبة ودرجة السهولة التقسيمات اللي هي موجودة الوزن النسي بتاعهم اللي هيبقى اختيار كل الامتحان اختار من المتعدد وقال ما تستخدموش الألم الألم اللي هو موجود مع التابلت تستخدمه صباحكم صباح نفسه وفي نفس الوقت كلها اختار من المتعدد وقال بقى ان ما فيش حاجة اسمها 100% دي هتبقى موجودة تاني كليات القيمة هتاخد من 80% وممكن اقل لان نرجع لي سابق عهدنا للزمان والحقيقة قال نقطة مهمة يعني هي بتنفذ وتنفذ في أماكن كتيرة وفي معظم الدول الغربية وهي ان الطالب وهو قاعد بيعرف نتيجته من خلال معلوة برضو دي اتنضيفها صحة قبل ما تطلع من الامتحان اتعرف نتيجتك اه انت معاك الكود بتاعك الاكاون بتاعك بالزبط كده online وبتعرف الاسكور بتاعك على طول في فوتها وده ما قال ان احنا ما هيبقاش فيه تظلمات لان ما فيش كنترول اصلا وما فيش تدخل البشري لا حد هيجمع منك ولا حد هيصحح ولا حد هيرصد يعني ده هو النتيجة انت تعرفها ده تطور الجميع جدا طبعا تطور جميع وهيوفر كتير من المراحل وهيوفر وقت وهيوفر مجهود وذلك قالك الكتاب الالكتروني وليس الكتاب الورقي ده هيبقى في محل سلمين ولكن التحدي بقى اللي بنسأله وهو يعني معادي الوزير قال ما فيش اسئلة مقادين اه حال فسيادة تجب بما ان حلقة تربوي كنا بنقول ان لازم الامتحان يقيس معايير مختلف الفهم والتحليل والاستنتاج تعليم التفكير والتعليم الابتكاري فدايما كان بيعاب على الامتحانات الالكترونية انها بتقيس يعني مهارة او اتنين هقول لحضرتك هتبقى المهارات كلها موجودة في اليومين بتوع الحضور تمارس وفي الانلاين تمارس من اجل اكتساب معرفة واكتمال المنظومة التربوية لدى الطالب علشان يبقى الطالب عنده الحاجة دي موجودة كاملة ولكن الامتحان هو عاوز يقيس ويقيس في اقصى سرعة وفي نفس الوقت بدقة المقالي لما انت تيجي تصححه وانا صححه عن اختلف انا وانت فيه تصحيح المقالي طبعا انما الاختيار من المتعدد واحد زائد واحد يساوي اثنين فهو عاوز يدي بانصاف الدرجة للطالب فطريقة القياس من اختار من المتعدد للاقرية امريقية بعدالة ولكن فيه اجباع المهارات اتكلمت عليها هتبقى موجود في التدريس في التدريس هتبقى موجودة ولكن مالهاش قياس في القياس بقى عشان ندد الدرجة هايبقى فهم على الشقاء على الفهم زي ما شكت الوزير قال كده هنقيس على الفهم ونواتج التعلم الله ينورك يعني برضو الامتحانات هتبقى معمولة بالنظام بالنظام طبعا عندنا المركز القومي للتقويم الامتحانات في المقطم مركز قوي جدا وكله أسدزة متخصصين ده كترة يعني اللي هما أصلا بيشتغلوا في كلات التربية وبيروحوا وتعينوا في المركز ده تابع تابع زي المركز القومي للبحث التربوي اللي موجود في البورج الفضي ده التاني مركز الاتنين دول هما عصب وزارة التربية والتعليم ولذلك أنا بوصي صاحب القرار في الوزارة اللجوء لهما للاتنين دول لأن هما اللي بيعرفوا تعليم التفكير وهم اللي درسينه وهم اللي عرفوا التعليم الابتكار كل ما يخص العملية التعليمية عند المركزين دول وفيه بقى مركز كمان منبسط منه وبستابع لمكتب الوزارة ومبشاطر اسم مركز تطولي المناجي والمواد التعليمية ده موجود برضه في البرج الفضي في شرع الألف في وسط البلد وناخد اتصال من السعيد من كفر الشيخ مساء الخير يا فندم مساء الخير يا سيد سعيد مساء النور يا فندم اتفضى يا فندم مع حضرتك معك السعيد ماشينا في الكبرى يا فندم مناور يا سيد سعيد سؤال حضرتك ايه يا سيد سعيد لا خليك يا فندم بالنسبة يا فندم اللي اختبر السيد الوزير النهاردة انه هو بيتكلم من ثالثة ابتدائي بيحادث فيها كم يوم تمام طيب هو أولى ابتدائي هتبقى كم يوم في الأسبوع تمام طيب هتتابع معنا السيد سعيد والدكتورة يعني قال الموضوع ده بس هيقوله شيئتك تاني شكرا على الاتصال طيب أولى وثانية وثالثة عاملهم كتلة مع بعض على السيد النوم وكيجي وان وكيجي تو وان ويتو معاهم دول قال ان فيه ارائيين اتنين موجودين وانطرحوا دلوقتي ولكن هتبقى موجودة زي ما احنا قلنا عشان ما نفتيش موجودة في المذاكرات التفسيرية والنشر اللي هتوصل المدارس بك فيه ناس قالت ده كله هيبقى يومين وفيه ناس قالت بان فصروا كلام الوزير على كده فيه ناس تانية فصرت بانه حوالي من ثلاثة لأربع تيام وخبر حضرتك يعني قاله كيجي أولى وثانية وثالثة في الغالب أربع تيام بدل خمسة وبدل ستة اللي كانوا موجودين فده احنا نستنى للي جاي من تفسيراته محددة اللي يام نفسها هتيجي بكرة في المشارات هو فعلا يعني زي ما ستة بتقول كده ألف الغالب عشان يفرغ الفترة بتاعة المطفولة المبكرة بتحتاج تفاعل أكتر لبنائل الشخصي عشان أولاد والأولاد ما تحتكش ببعض لأنهم ما عندهمش إدراك هاوي ومحتاجين وقت أكبر ولذلك عمل لهم ودي هي اللي اختلاف زي ما ستة بتقول يعني بالنسبة للمدارس الفترتين هيبقى ثلاثة ايام والمدارس الفترة الواحدة بس بيتعلم القراءة والكتابة ولا ده بيتعلم سبوكيات وتعلم يعني مهارات فده بيبقى محتاج فترة أكتر للتواصل المباشر مع الميسرة أو ميسرت الفترة وقال كمان بالنسبة للطبور بتاع الصباح يا دي بقى يعني فيها مشكلة يعني وقال برضو أنا هرجعها للمديرين فطبور الصباح ده يعني فيه بعد الحاجات وتقليص الأنشطة الدكتور وسيادتك برضو خبير الإدارة التربوية يعني أما كانت الأنشطة التربوية اللي صفية والموجودة والصفية دي موجودة لبناء وتكوين الشخصية وطبور الصباح ده للنظام وللتنشيط ما أنا أقول لحضرتك هو ده بش قرار على عمومه كده لأن الفترة اللي احنا فيها بس إنما فيه ما بعد طبعا وأساس من لأن ده يعتبر بداية اليوم الدراسي وأهم حصة أهم حص طبوء ده ولكن احنا يفرض أننا مدير لمؤسسة من مؤسسات التالمية وعندي كيجي وان وطو وقولة وتانية وتالتة ابتدائي كأطفال برضو كتلة حرجة وكتار هخاف إن أنا أعمل طبور على شامي بش قراربين من بعض ويلا عالي تيجر وبعض على شرط الموضوع مهم إن ده للفترة اللي احنا فيها حالة الطوارئ كل ده للفترة لأنما في الأساس كل ده مطلوب ومهم جدا وبرضو الأنشيطة زي ما قلت وقلت حضرتك قابة إحنا إزاي نعالج إن إحنا حاسفين الحصة التربية الرئيضية والتربية الفنية وكلام ده علشان نأثر اليوم الدراسي علشان نخليلي المواد الثقافية قالوا بقى في اليام اللي هم هيغيبوا فيه وقاعدين في البيت بجانب إن أقول بلا حضرتك برضو حصص الإنجليش حصص الدراسات حصص اللغة العربية حصص كل ده هيقل فيه الكم إزا كنت كنت بده عشر حصص أنا كنت بدهم في خمسة أيام كنت بدهم مثلا كلهم حصتين لا ده أنا هتدهم على ثلاثة أيام أو على يومين يبقى أنا أكيد هقسمهم للنص طب هل معنى كده إن أنا شلت المنهج قالك المنهج زي ما هو عدد السعاد زي ما هي والمنهج زي ما هو لا مش عدد السعاد بقى هيخلي منهم جز حاضر فيه في المدرسة وجز أونلاي طب إزاي نقسمه دي المشكلة الفنية المفروض إن أنا أعمل للقاتي إن أنا في اليام الحضور الفعلي أشرح متن المادة العلمية اللي أنا هشتغل سيب أشتغل في النحو يبشرح له قعدة وإزاي يحل وإزاي يعمل وسيب التدريبات عليها للأونلاين ده ممكن العكس يعني يعني مثلا نشرح المتن أونلاين والتدريبات بص حضرتك ولازم لي يعني التدريبات بتبقى محتاجة أنا بقول لحضرتك بقى ما هو أحصل التفاعل مباشر في الاثنين في الأونلاين برضو مفتوح الطالب بيسأل في التيمز والمس وكان ده الطالب بيسأل المدرس والمدرس بيجاوب اسمه الفصل المفتوح الفصل افتراضي المدرس هيخش ويفتح الشاشة اللي هي السمارت بورد ويشتغل كأن الطالب عادين قدامه والطالب يشايفين هما في بيوتهم في الفترة اللي هما موجودين في بيوتهم فيها اللي هي الالاونلاين والطالب بيتكع على زرار وبيسألوا والمستر بيجاوب وزماله التانين بيستفيدوا وقبل حضرتك ففي كده الحالتين كأن الطالب حاضر كأن الطالب حاضر يعني ما مش فيش فعا خسارة بس تتقسم صح وتتعمل صح ويكون الامكانات موجودة في داخل المدرسة طيب نقدر نقول ان التفاعل بقى الوجه اليوم الدراسي هيبقى في الغالب كم ساعة أنا لنا يعني شايفه هيحصل وبرضه الله اعلم هيجي في المذكرة التفسيرية بتاعت بكرة انه هيبقى أطول من اليوم العادي هيبقى أطول من اليوم العادي ليه انت عندك مثلا الطالبة بتوح سنوي لما يجي يحضر يومين لو اليومين ليه عملهم يومين ما عملش تلاتة واربعة زي بقية الناس قالك ده ممكن يستحمل ان انا قاعده بس كنت بخرجه الساعة واحدة ونص انا خرجه الساعة ثلاثة يحضر كمان حصتين اتنين زيادة الحصتين الزيادة دايب اذا كنت كنت بديله 8 حصص هتديله 10 او 11 حص هيقدر يقعد معايا الفترة دي وكلها شغل في داخل الكلاص وللمتن زي ما انا قلت لحضرتك كده في اساس المادة العلمية ونخلي في الانلاين وبنك المعرفة وان يخش الفصل المفتاح اللي هتعمله الوزارة في المنصات التعليمية لو عاوز اي حاجة تانية تفيده وتفيد الحصتين الاساسيتين اللي هو خدهم في خلال اليومين وهكذا ولكن المرحلة التفوضة المبكرة عايزة بقى واجه الواجه لان الطالب بيبقى لازم يشوف المس قدامه ولازم يقول لها ولازم يعمل وطول اليوم الدراسي هيبقى لا قصير ده ما يقدرش يطول على الطفل لا طبعا ما يقدرش يطول المرحلة العمرية ديت من كي جي وان لحد تلتة ابتدائي دم مرحلة حارجة ما لازم يكون قصير بش طويل اليوم زي اليوم العادي اللي كان شغالين به في الفترات السابقة طيب نيجي النقطة مهمتين الناس بتسأل عنهم وهو أعمال السنة والحضور والغياب تمام هو يعتبر الطالب حاضر مع المدرس حتى في القوللي فكده هيقدر يكون مباشر ويسأله ويقيمه ويحطله ليه احنا اتعودنا باني لابد ان تكون نقر الثواب والعقاب من خلال الرقابة من خلال الرقابة ولازم يتعلموا لانهم في حد متباحهم وانت عارف من يدور في سن حرج وحد بيسألهم وحد هيقيمهم وإلا خلاص مش هيحضر مش هيحضر يعني يعني ده هيبقى موجود هيبقى موجود كان في نقطة باعة واذا أقولها في الحصة لأنشطة لو انا مدتش حصص أنشطة في أثناء الحضور بتاعهم في اليومين ثلاثة اللي بيحضروا هيتنعمل قول لي ويخلي الطالب وطالب بقى يشوف الطالب بيشغلوا ولا بيشغلوا على الشاشة عنه ده موجودة في التمزي واللمس يعني أنا أشوفك وتشوفني وانت في البيت وأنا في الكلاسة كيفية المتابعة دكتور على خاصة أداء العمل والفصول الافتراضية الإلكترونية تمام يعني هيبقى في نظام وهيبقى في مواعيد أولا في جدول وجدول ده بينزل يعني جدول ده يعني احنا عملناه في منظومة خاصة يعني وجردناه ونجح جدا وهيعملو في خلال الشهر يعني خلال أسبوعين كده هيتعمل برضو عيبدأوا بدري كام مراجعات وعشان نبقى نشوف نجاح المنظومة 100% الإلكترونية وهيتعمل وهيتجرب وبنشوف بعض وبنتكلم وبنتكلم الطالب وبنعرف إذا كان الطالب موجودة أو مش موجود وزاعات الأهل بيحضروا ودقى في التعلم الإلكتروني اسمه كده الدكتور حسين كان بقى الدين ما كان وزير كان تحت مسامل إي ليرنينج اي اللي هو الإلكترونيك طيب معالي وزير أشره لنقطة مهمة وعشان كان سألت سيادتك فيها وهو البدايل لأن في فترة الأبحاث وتقديم الأبحاث اللي فاتت كتير من الطلاب يعني وأولياء الأمور قالوا إحنا ما عندناش الإنترنت ولا قادرين نتواصل في التعليم الإلكتروني سواء حتى في المرحلة الجامعية أو في قبل الجامعية عشان خدمات الإنترنت فالوزير قال اللي ما عندوش نت ها نستعيد عنه بالبحث لا حاليا بالبرامج التعليمية فهل ده برضو مطبق زي ما سيادتك بتقول كده إن في المدارس فيه أوقات للتعامل فيس تو فيس أو وجه أو وجه أو وجه والموعيد اللي هي بقى المفروض فيها تعلم إلكتروني ولكن للناس اللي ما عندهش إنترنت هيبقى البديل أنا أقول لحلوتك هو هناخد هناخد الإجابة بعد الاتصال اللي معانا معانا مين مونة أستاذة مونة أهلا بيك أستاذة مونة أستاذ عاليم أهلا بيك اتفضلي معاك دكتور رأفة بشراحة أنا عايزة أطلبونك حضرك أنا رسي أشتغل ومشتا يعني قدمت وقدمت كأن أشاكل في مصدر في الوزر ومشتا يعني شغل في التربية والتعليم فهل يعني هما طلبين معلمين في التربية والتعليم وحقك خرجت كلية تربوية لا أنا شغل حضرك بس أن كنت شغل في حظنا خاصة طيب أنا أسيب معاك دكتور رأفة عشوال خبير التربوي وهو يعني بيعمل في المنظومة التعليمية فممكن يفيد حضر ممكن تسيب رقمها ومكان سكنها ولو عرفنا نساعدها نساعدها طيب سيزة مونة سيبي رقمك في الكنترول وإن شاء الله نتواصل معاك ونشوف السيرة الزاتية ولو في إمكانية لتوفير فرصة عمل يعني طبعا نسعد بذلك إن شاء الله شكرا لاتصالك نرجع بقى ونقول سيادتك بالنسبة لمن لن يتوفر لديهم هقول لحضرتك اشتغلوا في الفترة اللي فاتت دية بإنها إذا كان مش توفير 100% ولكن التوفير هيكون من في حدود 70% ده اللي قال عليه سيادت الوزير واللي بيدور عليه في المدارس وفي نفس الوقت بقاش فيه بيت من غير النت يعني باعتبار زي ما سيادت الوزير قال اللي ما عندوش هيبقى عندنا منصات وعندنا برامج تعليمية برامج تعليمية ويكثر منها على فكرة عشان تبقى طب كيفيد بقى يعني انزلات جداول انزلات طب والحضور والغياب يعني الحضور والغياب خاص بالفصل الافتراضي طب هو مش هيقدر يحضر الفصل الافتراضي اه ما هو ما عندوش نت فمش هيحضر الفصل الافتراضي هيبقى على اليومين اللي هيحضرهم في المدرسة لازم هتلاقي اللي حلول اه عشان انت انت يعني ظرف وطارق ولازم يمر ولازم نتفاعل معاه بايجابية مش بسلبية مش هنتصيد لبعض يعني ونساعد بقدر المستطاع الطلبة اللي هم الفقرة ووالاخره هتلاقي فيه حتة يعني مثلا هو قال بعض الطلبة ولاد الشهداء وللأيتام مش هناخد منهم اي حاجة وفي نفس الوقت معفيين حتى فيه الدروس اللي هي بتاعة التقوية في المدارس عفاهم فيه عفاء وعمل حاجة كويسة جدا وده اللي بتقودنا الرقم ثلاثة في بداية حديثك اللي كان فيه ملخص للعملية كلها العملية المعلم واننا اعمله اكتفاء ذاتي عمله خمس لا اول مرة تحصل خمسة وتمانين في المية من دخل المجموعات التقوية اللي هتحصل في المدرسة او افتراضيا عن طريق النت اللي هي يعني الفصل الافتراضي ما هو في سفل التقوية لو يفرض انه مثلا لقدر الله تعذر حضور الطلبة وفي حصة المدرسة هيعملها من اونلاين من دخل المدرسة والطلبة وهسيطلك قلت حاجة مهمة ان فيه منصات هتبقى باشتراك فالمدرس اللي هيشارك وقال اللي مش هيقدر هيشارك في المنصات هيكون له عائد في 85% مداج جديد حاجة حلوة 95% تقريب لا 85% فكويس انت خالف كان الاول كانوا بففتي ففتي وممكن قال 40 و30 وكانا مفاض فدي عاوز عشان يشجع دخول الحاجات دي لزيادة ولكن فيه حاجة حلوة ومقلقة ان المجموعات التقوية يعني حياة فيها مميزات كتيرة ولكن هي الحلوة بالنزوة للطلاب واولاء عموم اولاء اللي موردناها بسعر رمزي تمام ولكن هي مقلقة للمدرس عشان السعر الرمزي ده هيبقى عائد بالنزوة له يعني من هنا بقى احنا بنقول ايه بنقول لازم الفترة اللي جاة دي علشان المدرس يعطي ويبقى فيه استقرار ونعيد الهيبة مرة تانية لازم نبص لمرتبات المدرسين ونعملهم حاجة خاصة به علشان المنزومة دي تنجح وتكتمل انا بوصب ان يعني الاهتمام براتب المعلم رقم واحد انا عايز اقول لسيادتك ان في حلقة سابقة يعني كنا بنناقش قضية الاشخاص ذوي الاعاقة وكان فيه حاجة في غاية الاهمية وان سات الرئيس اقترح وده كان فيه احد الاحتفاليات بيوم العالمي لزوي الاعاقة اقترح صندوق لتمويل خدمات زوي الاعاقة وكان فيها وعمل له قانون والقانون ده تم طرحي فيه 14 جهة من الجهات اللي تمول هذا الصندوق لتلبية احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة فالحقيقة فيه حلول خارج الصندوق والتكارية لتمويل يعني او لتحسين دخول المدرسين يعملوها يا ريس ويعني هو كان مبدئيا اشر سيد الوزير النهاردة الى ان اللي هو المنصات اللي ممكن يشارك فيها الطلاب باشتراك والمدرسين اللي هاشترك فيها بيكون لهم عائد بالاضافة الى مجموعات التقوية وهو بزيادة الدخل بتاع المعلم بس هل بقى يعني ده هيكون مردي او غير مردي بشيارة مردة اوي لازم تتدخل من ميزانيته اللي وزارة الطلبية والتعليم تزيد وتتاخد الفلوس دي لراتب المعلم بش راتب حد تاني مش راتب مستشارين ولا راتب بتاع لا براتب المعلم اللي موجود في داخل وفي النجوع وفي القرى وفي مدارس الحكومة لازم النظرة للمعلم وتحسين وضعه علشان نحسبه وفي نفس الوقت نقوله ما تديش لا درس ولا تدي غيره اشتغل لنا كنت بتاخد مرتب محترم يحافظ على هبته علشان نقدر نحسبه ده 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 المطلب رئيسي لنجاح كل اللي تكلم فيه الوزير النهاردة اقول لحضرتك على حاجة ايه اللي خلى المعلم بتاعنا في دولة الامارات وفي السعودية وفي سلطنة عمان وفي الدول دي من انجح ومن امهر الشخصيات اللي موجودة بين اقرانه رقم واحد انا رحت الامارات ورحت السعودية كمش الشرف طربوي وشفت مدرسنا لا يعل عليهم لا يعل عليهم بس فيه مقابل فيه مقابل ده حفيز مهم ده لا وبيشتغل بقول لك بحضرتك بيفحط في الصخ كل اللي يخطر على بالك في العملية التعليمية بيعمله وبإتقال وبمهارة وبتفوق الحقيقة حك شرط النقطة مهمة وهي ان طالما فيه عدالة وتكافؤ للفرص وفيه نظام وفيه تحفيز هتلاقي جودة تمام ويعني الحقيقة بنهاية حلقتنا بشكر سيادتك والحقيقة يعني حك شرط الى مجموعة من النقاط المهمة اللي فصرت فحوى مؤتمر اليوم لسيادة الوزير وعدتنا رؤية تحليلية لنظام التعليم الهاجين بنسك الحق شكرا جزيلا دكتور رأفات ردوان دكتورال إدارة التربية والتطوير المؤسسي شكرا جزيلا عزائي المشاهدين يعني وإحنا في هذه الأيام بنمر بتغيير وتطوير في جميع المجالات ومنها المنظومة التعليمية فعايزين كلنا نكون في إطار هذا التطوير وخلف قيادتنا السياسية وخلف أي تطوير من أجل الصالح العام بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا